السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اخواني شو اخباركم معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf طبعا اليوم جايب لكم هالكيبورد كيبورد رهيب جدا صراحة جوجل كيبورد او اندرويد ان كيبورد طبعا تقدر تنزله على اي تليفون بشتغل بنظام الاندرويد فبالبداية خلين اول اشي نستعرضه بعدين بنحكي لكم كيف ممكن انه ننزله طبعا بامكانك تضيف عليه اي لغة انت بدك اياها فبامكانك تكتب زي ما انت شايف بهالشكل واذا بدك تمسح او تحذف اوكي كتبت كلمة ثانية او مجموعة كلمات ثانية اذا بدك تمسح بامكانك ترجع زي هيك لورا تختار اللي بدك اياه تمسحه بدل ما تمسح حرف حرف او تعمل زي هيك طريقة هذيك اسرع لك اوكي برضو بامكانك تضلك كابس على الانتر وزي ما انت شايف بطلع لك هاي الاشياء الاشي اللي انت بدك اياه بتسحب عليه وبتترك مثلا هاي الاشارة زي ما انت شايف زغرنا الكيبورد على اساس انه نستخدمه بايد واحدة فهيك بامكانك تستخدمه بايد واحدة وبرضو بامكانك تكبس هون بتصير على الجهة الثانية كمان برضو بامكانك تكبس هون عشان ترجعه بالشكل الطبيعي وزي ما انت شايف الاسباس اذا بتحرك عليها بامكانك تحرك الماوس او المؤشر تابع الكتابة على اساس مثلا اذا خربطت بحرف بامكانك ترجع هون وترجع تكتب او تحذف او تعمل بذكية طبعا اذا قبسنا على الانتر مطولا بامكانك برضو تيجي على الاموجي زي ما انت شايف مجموعة اموجيات كثير كثير برضو خلينا نروح نشوف الشتين تابعته او الاعدادات تابعته زي ما انت شايف بامكانك تعمل كل هاي الاعدادات بامكانك تغير اللغة بامكانك تغير الثيم هون او الشكل فاذا ملاحظ في عندك اكثر من ثيم او بامكانك مثلا تختار هون وتختار الصورة اللي أنت بدك إياها ولكن للأسف التليفون مش إلي أنا أعطيتها التليفون لأخوي فأشوفوا كيف إذا بدي أدخل بعطيني أدخل الباسورد أو النمط فمسرحة أقدر أختار صورة المهم بإمكانك تختار صورة تكون خلفية للكيبورد فإشي مرتب صراحة خلينا نشوف هون مثلا بإمكانك برضو تختار ارتفاع الكيبورد مثلا طول نرجع نشوف كيف صار زي ما أنت شايف صار عالي خلينا نحدد ارتفاعه كان لهون نرجع على الإعدادات نرجع مثلا للنص normal زي ما أنت شايف صار أوطى كان لحد إصباعي بعدها ننزل لتحت المهم الكيبورد كيبورد صراحة رهيب جدا بإمكانك تحط فيه لغات اللي أنت بدك إياها فإذا كنت حاب تعرف كيف ممكن أنك تنزل هالكيبورد خليك معي ويلا ننتقل إلى الشرح أهلا وسهلا فيكم جديد إخواني طبعا عشان تنزل الكيبورد بإمكانك تنزله من خلال مدونتي ورابط التدويني موجود تحت الفيديو بالوصف زي ما أنت شايف الكيبورد بصيغة APK يعني تطبيق بإمكانك تنزله زيه زي أي تطبيق آخر أنا منزله عندي ما رح أنزله فبعد ما ننزله ما رح يكون فيه عندنا أي أيقونة على سطح المكتب أو على الشاشة الرئيسية فشو بنا نعمل؟ بدنا نروح على الضبط أو الإعدادات بعدين بس نفوت على الإعدادات بدنا نروح على My Device أو حسب تليفونك أنت كل تليفون بختلف My Device اللي هي هاتفي أو جهازي بعدين بدنا نروح ندور على خيار Language and Input اللي هو بالعربي اللغة والإدخال فإنت دور على الضبط اللي اسمه اللغة والإدخال بالعربي أو بالإنجليزي Language and Input بنفوت عليها طبعا بعد ما نفوت عليها فيه عندك هون Keyboards and Input Methods اللي هي لوحات المفاتيح أو لوحة المفاتيح وطريقة الإدخال ففيه عندك هون Default أو الافتراضي بنكبس عليها بنحكي له إيش؟ Google Keyboard زي ما أنتوا شايفين فيه عندي أنا مختار سامسونج كيبورد اللي هو الكيبورد الرسمي تبع سامسونج تبع التليفون نفسه فإحنا بنحكي له Google Keyboard بنختار Google Keyboard بعدين بننزل تحت على كلمة Google Keyboard بنكبس عليه وهون زي ما أنتوا شايفين الضبط أول إشي فيه عندك Language أو اللغة بندخل عليها بإمكانك من هون تختار هو راح يكون Use System Language أو استخدم لغة النظام فبتشيل عنها الصح بعدين بتختار اللغات اللي أنت بدكيها مثلاً هاي إنجليزي وبتنزل الأسفل هاي عربي بإمكانك تختار العربي بنرجع بعد من اختار اللغات اللي بدنا إياها طبعاً في عندك هون ثاني خيار للضبط بإمكانك تغير فيه مجموعة شغلات ولكن أنا ما بنصح أنك تغير هون فيه غير إيش إذا بدك يطلع عندك صوت مثلاً Volume On Key Press إنه لما تكبس كبسع الكيبورد يطلع صوت ولا لا بإمكانك من هون تغيره وكمان بإمكانك تغير الفايبريت إنك تعمل On أو Off إنه لما تكبس كبسع الكيبورد يرجي التليفون ولا لا وكمان بإمكانك هون تعمل الكيبورد Height إنه ارتفاع الكيبورد بإمكانك تعمله طويل أو وسط أو قصير ولكن خليه دايماً وسط بيكون أحسن فبنحكي له أوكي طبعاً كل مكان وأصابعك أكبر كل مكان أفضل إنك تعمله طول أو طويل أوكي بنرجع لورا زي ما أنت شايف فيه عندك هون الثيم بإمكانك الموضوع تغيره إنه شكل الكيبورد هاي الأشكال كلياتها بإمكانك تغير ما بينها تختار اللي بدك هي أو بإمكانك من هون تختار My Image وتختار من وين بدك تختار الصورة وبإمكانك تعملها كصورة خلفية على الكيبورد نفسه فبتصير الكبسات اللي على الكيبورد وراها الصورة اللي أنت اخترتها فبتصير خلفية للكيبورد إيش مرتب يعني وفي عندك هون مجموعة شغلات أخرى بترك لك إياها إنت تكتشفها إذا كنت حاب تكتشفها وطبعاً هيك بكون انتهيت من الفيديو فإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم إذا عجبك الفيديو أفادك لا تنسى تعمل لايك طبعاً اللايك تبعك هو دعم إلي فأتمنى منك تعمل لايك للفيديو وإذا عجبك كمان يريد أنك تعطيني رأيك تحت الفيديو بالتعليقات وتنشروا الفيديو للكل عشان الكل يستفيد منه وزي ما حكيت لكم إذا بدكم تنزلوا الجوجل كيبورد بإمكانكم تنزلوا من خلال مدونتي ورابط التدوينة موجود تحت الفيديو بالوصف وكمان رابط صفحتي على الفيسبوك إذا حبتوا تنورونا هناك وكمان رابط قناة الاحتياطية ياريت أنكم تدعموها كل هاي الروابط موجودة تحت الفيديو بالوصف طبعاً هاي العملية ما بتحتاج روت ما بدك صلاحية الروت عشان تشغل الكيبورد فلهون بكون انتهت من الفيديو فصار لازم أحكي لكم شكراً للمشاهدة ويعطيكم العافية كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته